مساء الخير، واضح من الفيديو أن الموضوع اليوم ليس سهل، ولجنة البرنامج كان لديهم فكرة لتسهيل الموضوع، أن يجلبوا اثنين متكلمين من أجيال مختلفة، يتكلمون عن الموضوع مع بعض، ومنها أيضاً يصغروا الفجوة ما بين الأجيال، لأن هناك نسبة كبيرة، ليس شعبين اليوم يحضرون معنا، لكنني لا أعلم هذا الموضوع، فأريد أن أصلي ونطلب بركة من ربنا ونعمة، وكلمة منه، نتأيد بها ونتشجع للتغيير، فأريد أن نصلي مع بعض. يا أبونا السماوية، أشكرك لأنك تحبنا، وأشكرك لأنه لنا الفرصة أن نأتي هنا في أول السنة أو في آخر السنة، نقف قدامك يا رب، ونقولك يا رب اختبرنا، ساعدنا يا رب أن نقف قدام نفسنا وقدامك، ونسأل يا رب عن تقدسنا، نسأل عن شخصياتنا، نسأل عن أنت تريد أن تعمل بنا، ومعنا، 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 يا رب بصلي الأجل كلمتك النهاردة، أنها مع كل كلمة قالت قبل كده، وشوفناها في الفيديو، تبقى يا رب بزرة جديدة، خطوة جديدة، قرار آخر فيها يا رب نكبر خطوة تجاه تقدسنا، لكي نبقى شبه المسيح، دينا يا رب نعمة، دينا انفتاح قلب وعقل، في اسم يسوع المسيح. أمين. لا أعرف كم أحد فيكم يحب هذا الوقت، حسب أنت شخص إيجابي، وتعرف تلتزم بالقرارات التي تأخذها في أول السنة، سيختلف رد فعلك ناحية آخر السنة، كنت أرى أن هناك فقط 8% من الناس يعرفون يحافظون على القرارات التي يأخذها في أول السنة، لا يسمونها Resolutions، 8% من الناس، وأغلب الناس، 92% البقية، وقراراتهم يضيع منهم، في أول سبعة لأربعتاشر يوم، كما عدت، في أول كل سنة، أريد أن أشعر أن لا أحافظ كلمة ربنا كافية، ولا أعرفها كافية، فأنا سأقوم بخطة الكتاب المقدس في سنة، 365 يوم، وأريد أن أقول لكم، أنه بعد كل السنوات التي أعملت في هذا الموضوع، أصبح أعرف تكوين جيدًا، لكن ليس بعد ذلك للأسف، في الحقيقة هذه السنة أيضا، أنا ومراتي، نادا، أختارنا أن نفعل ذلك أخر، ولكن شكراً للتكنولوجيا، في هذا الموضوع، هذا الموضوع، يجب أن تقوم بالتكنولوجيا، ويجب أن تقوم بالتكنولوجيا مع صديق، وعندما يخلص، يجب أن تقوم بالتكنولوجيا، أنت تعرف أنه خلص، وأنت متأخر، فتتشجع، فتقرأ أنت أيضا، والشيء أيضا، يجب أنه بعد أن تخلص القراءة اليوم، يأخذك على حتة خاصة، تستطيع أن تكتب كومنت، أو سؤال، أو تشات، مع صديقك، الذي يقرأ معك، فالنهار الصبح، نحن بدأنا الخطة، بصراحة بدر يومين، لكي قلنا، هو نعوض لو فيه يوم وقع في النص، أو شيء، فلقيت النهاردة السؤالين، يوسف، أصلاً بدرس لهوت، فإن هذا تستغيل الفرصة، يوسف هو، كيف ربنا قال، ليترك الرجل أباه وأمه، على آدم وحوة، الذي لم يكن لهم أب و أم، والسؤال الذي بعده، هو قيين، كان يقول، من وجدني يقتلني، كان أصده على من؟ فأنا كنت أقرر غلط من الأول، والموضوع باين من أول و السنة، لكن صلولي، أريد أن أكمل في الموضوع، وأريد أن أوصل لبعد التكوين، لكنني أقول، هذا الموقف والإحساس، أظن أنه مشترك من أغلبنا، لو أنت ليس من الثمانية في المئة، هم الأبطال الذين يعرفون يقرروا القرار، ويلتزموا، ويأتي آخر السنة، ويطلع الورق التي كانت فيها القرارات، ويعمل تقييم، لو أنت مثل بقية الناس العادية، أو مثل تنسى، غالباً، القرار بعدها بيومين ثلاثة، ويأتي آخر السنة، ويأتي آخر السنة، ويأتي آخر السنة، أنا أريد أن أقول، أنه يمكن كثير من أبناء جيلي، يبطلوا، يعملوا هذا الموضوع على آخر السنة، لأنهم عارفون أن هم سيحبطوا، وفي اليوم آخر السنة، وأول السنة، نحاول أن نتجنبه، أو نعتبره، مثل أي يوم عادي آخر، لكي لا أحبط في نفسي، ولكن لو أنت تظهر على نفسك، دائماً ستشعر أنني ليس قوي كفاية، ليس لدي إرادة كفاية، أنني أريد أن أفعله، أريد أن أفعله، أفعل التغيير الذي أنا نفسي فيه، وتضيف على هذا الظروف المحيطة، نحن الآن، نصلي أنه في 2018، ليس وحشة مثل 2017، وهذه هي الصلاة، وهذه هي الطموحات، فليس فقط ضعف داخلي في الإرادة، والتصميم كبني قدمين، لكي نستطيع أن نفعل ما نختاره، ونقرره، لكن أيضا ضعف، بسبب الظروف الخارجية، التي تمنعنا في أوقات كثيرة، أن نحن نفعل ما نفسنا فيه، والحسين الذي ربنا أريد أن نفعله، وأريد أن أقول هذا ليس فقط في الحياة الروحية، لكن هذا في كل أوجه، كم أحد فينا في أول السنة، لأنني أريد أن أقوم بعمل دايت، ولا أكمل، أو أريد أن أذهب إلى الجيم، ودفع أشتراك سنة ثلاث تلاف ونص، وبعد ذلك، الجيم كسب من وراء كثير قوي، لأنه لم يرحش بعد ذلك، وقام أحد قال أنه أريد أن يبطل أن يتفرج على برنوغرافي في آخر السنة، ويأتي يوم واحد وثلاثين، يتفرج على أكبر كامل من البرنوغرافي لكي يعرف أن يوم واحد سيبطل، أو كان واحد قال أن أريد أن أقضي وقت أكثر مع أولادي أو مع مراتي، لكن بعدها بأسبوع أو أسبوعين، ترجع لي مع العددها الأديمة، ودعني أقول أن هذا ما نريد أن نتكلم عن هذا اليوم، هو في أمل في التغيير لنا كبني أدمين؟ هل ينفع أصلاً أن نتغير؟ هل هذه رسالة حقيقية؟ هل هذا رجاء حقيقي يقدمه إنجيل المسيح لنا؟ أم لا نحن بني أدمين ضعاف لا رجاء لنا، ونفضل أن نلف في نفس الدوامة سنة بعد سنة؟ وأحسن أن نبطل أن نفكر، أحسن أن نبطل أن نقيم، أحسن أن نبطل أن نضع أي نوع من أنواع الأهداف أو القرارات، دعني أقول أنه في الوقت القادم، سأحاول أن نفكر أكثر، فالكتاب المؤدس يقول ماذا؟ عن التغيير، دعني ألخص الحقيقتين التي أريد أن نوصلهم لكم اليوم من خلال بقية الكلمة، الحقيقة الأولى، التغيير ليس مجرد تغيير للظروف، لكن تغيير للشخصيات، بالعكس، إذا تظهرنا في أغالبية الكتاب المؤدس، عادة ما يفعله ربنا ليس أن يغير ظروفنا الخارجية، لكن أن يغير شخصياتنا، وأنا أقوم بكلمة شخصية، ليس أنني شخص طوائي، أو أنني شخص انبساطي، أو أنني شخص صورة الكبيرة، ما ربنا يخليني بتاع التفاصيل، لكن أنا أتكلم عن الشخصية كاركتر، الكاركتر اللي ربنا خلقنا علشان نبقاها، أنني أبقى مثل المسيح أكثر، أنني يبقى عندي إيمان، يبقى عندي فرح، يبقى عندي صبر، يبقى عندي سلف كنترول، تعفف، أنني يبقى عندي إيمان، هو ده اللي ربنا عايز يغير، هذه الأولوية بتاعت الله قبل ما تبقى أولوية تغيير للظروف الخارجية، هذا الدرس الأول الذي نريد أن نركز عليه اليوم، لكن الفكرة الثانية التي لا ينفع تفصيلها عن الفكرة الأولى، أن هذا كل تغيير، لأنه تغيير في الشخصية، ليس لأنه تغيير في الظروف، يتطلب وقت ورحلة، دعني أقول أن سبب الإحباط في موضوع القرارات أول سنة، أنه توقع خاطئ منها، أنني سأخذ قراراً، ومن النهاردة، سأبقى إنسان جديد، وإذا لم نجد أن تحولنا لهذا الإنسان الجديد، سنحبط، ونسيب هذا القرار، ونبعد عنه، ويمكن لا نحاول أن نأخذه مرة أيضاً، لكن ما نريد أن نكلمنا قوي في هذه الأيام، أن التغيير رحلة طويلة، صعبة، وكبيرة، لا أعرف أن هذا خبر كويس أو خبر وحش، هو خبر وحش لذي أريد التغيير سهل، لكن يمكن أن خبر كويس، لذي فشل في التغيير كثير، يمكن أن يعرف أنه ليس شيء وحش أنك تفش، لأن التغيير ليس لحظي، لكن التغيير رحلة، وهنا سأبدأ أدعي أسيس يوسف، أنه يقول لنا، من شخصية معينة في الكتاب المؤدس، هذه الدروس تباني كيف؟ أفضل يا أسيس يوسف، نحن اخترنا شخصية، يعقوب أسيس يوسف، وأنا عدنا مع بعض، أكثر من مرة، نفكر كيف نستطيع أن نوصل هذه المفاهيم من الشخصية الكتابية، واخترنا يعقوب، سيس يوسف اخترنا يعقوب، لماذا؟ ما معنى ما اخترنا أحد غيره؟ لأن يعقوب أكثر واحد يشبهنا، أكثر واحد، نحن قريبين منه جداً، في كل الصفات الضعيفة التي فيها، قريبين من ضعفه، من عناده، وريبين من التواءه، وطمعه، وريبين من أنانيته، وريبين من رغبته، في أنه دايماً يستقل بحياته، واحد من الكتاب قال، أن يعقوب مع أبو إسحاء كان شيطاناً مع ملاك، ومع أخوه عيسو كان شيطاناً مع إنسان، ومع خاله لبان كان شيطاناً مع شيطان، في الحالات كلها، يعقوب كان شيطان، لكن الخبر الصار، الجود نيوز، أن هذا الشيطان تغير، ليس فقط، لكن الله قصد، والله في طول التاريخ، يسمي نفسه، يربط اسمه بيعقوب، كل مرة يعرف عن نفسه في العهد القديم، يقول أنا إله إبراهيم وإسحاق، كفاية كده، كفاية كده، إبراهيم وإسحاق يشرفوك، يشرفوك يا رب، لكن يقول إله إبراهيم وإسحاق، ويعقوب هذا الشيطان الذي تغير، كما كان يوسف يقول الآن، أريد أن نقف قدام التغيير الذي حصل في حياة يعقوب، وإزاي إله التغيير، أجرى هذا التغيير في حياة هذا الرجل الضعيف، الأناني، المتكبر، الملتوي، المخادع، اللي فيه كل صفات السيئة اللي ممكن نلاقيها في إنسانه، وممكن نلاقيها بسهولة في نفسنا، أول فكرة عايز أحطها قدامكم، زي ما كان بيقول يوسف، أنه قدام فكرتنا عن لحظية التغيير، أنه التغيير ده يعني بعصايا سحرية، ربنا النهاردة أنا قررت أن أخلص الكتاب المؤدس فيه 2018، يبقى أنا بعصايا سحرية كده هو أخلصه، في 2018 من غير مشاكل، من غير الضغوط، من غير تحديات، من غير شيء خالص، لا، التغيير عمره مكان، التغيير الحقيقي اللي بيصنع في حياة الناس، عمره مكان تغيير لحظي، لكن هو رحلة حياة بكاملها، التغيير في حياة يعقوب، لما نقرأ قصة حياة يعقوب على فكرة قصة حياة يعقوب، أكبر قصة في قصص الأباء، واخدم تقريبا من تكوين 25 لحد تكوين 49، يعني 15 أصحاح تقريبا بيتكلم فيهم على هذه الشخصية، وكأن الوحي حتى في طول القصة، أريد أن يبين لنا أن هذه القصة الطويلة هي قصة التغيير، هي قصة ربنا أخذ فيها وقت مع هذا الإنسان، قصة التغيير في حياة يعقوب ما جتش فجأة، جت في طول الرحلة، يمكن من بداية رحلة التغيير دي حصلت لما يعقوب ساب بيته بيت أبوه، بيت أبو إسحاء وبيت رفقة، وطلع للبرية وتقابل مع الله في البرية لما شاف السلة من الصعيدة إلى السماء، من أنه ابتدت لحظة التغيير، ولم تتوقف الرحلة دي لحد نهاية حياته، بل نحن نقدر كمان نقول إنه تباشير التغيير في حياة يعقوب جت إمتى؟ جت في نهايات حياته، يعني طول الرحلة دي، ما كانش فيه هينتس كده هو، إنه فيه أمل من الراجل ده، في نهاية حياته، بعد ما عياله كبره، في تكوين 35، إحنا من تكوين 25 لتكوين 34، ما فيش تغييرات كبيرة في حياة يعقوب دي، span of time يعني جزء كبير من حياته، من 25 إلى 34، ما فيش تقريبا أي لمحات عن التغيير، نبدأ كده هو، نشم ريح التغيير في تكوين 35، لما يقول كده هو، ثم قال الله يعقوب، قم اسعد إلى بيت إيل وأقم هناك، وبعدين يعقوب كده هو يهم، ويقوم آيل إيه، فقال يعقوب لبيته، ولكل من كان معه، اعزلوا الآلهة الغريبة التي بينكم، وتطهروا، وأبدلوا ثيابكم، ولنقم، ولنصعد إلى بيت إيل، فأصنع هناك مذبحا للرب الذي استجاب ليه في يوم ضيق، دي أول مرة نشوف يعقوب شخص جاد، نشوف يعقوب عنده علاقة حقيقية مع ربنا، نشوف الكاركتر بتاعت يعقوب ابتدت تتكوين على صورة الله، على رغبة الله، أول مرة، وقتاني مرة، ويمكن المرة التانية والأخيرة، التي نشوف فيها، شهادة من السماء، شهادة من السماء للتغيير يعقوب، حصل لما يعقوب عرف أن ابن يوسف موجود في مصر، هذا كان تقريبا عنده مئة وتلاتين سنة، لأنه عاش مئة سبعة واربعين سنة، سبعتشر سنة منهم عاش في مصر، فلما عرف أن يوسف في مصر، سأقدم ذبيحة لكي يشكر ربنا، فارتحل إسرائيل في تكوين ستة واربعين من واحد لأربعة، فارتحل إسرائيل، وكل ما كان له وأتى إلى بئر سبعة، وذبح ذبائح لإله أبيه إسحاق، فكلم الله إسرائيل، هنا نشوف شهادة السماء عن التغيير اللي حصل في حياة يعقوب، فكلم الله إسرائيل اللي هو يعقوب في رؤى الليل، وقال يعقوب، يعقوب، فقال ها أنا ذا، فقال أنا الله إله أبيك، لا تخف من النزول إلى مصر لأني أجعلك أمة عظيمة، أنا أنزل معك إلى مصر وأنا أسعدك أيضاً، ويضع يوسف يده على عينيك، دي كانت شهادة من السماء على التغيير اللي حصل في حياة يعقوب، وعلى إن الله دلوقتي بيبارك هذه الحياة، دلوقتي بيطلق هذه الحياة مرة جديدة، توال رحلة ديت، توال رحلة التغيير الطويلة ديت، نكتشف أن الله كان هناك دائماً، رغم أننا ما نلاحظش وجود ربنا كثير في حياة يعقوب، لكن على الأقل في ثلاث محطات كبار في حياة يعقوب، أول محطة ليه، لما ساب بيته، ورحل برية، وتقابل مع الله، سمى هذا المكان، فاكرين سمى إيه؟ سمى إيه؟ بيت إيل، يقول لي أنه ما هذا إلا بيت الله، وهذا باب السماوة، كأنه بيشهد على أنه الله مش سيبه لوحده في هذه الرحلة، رحلة التغيير، مرة تانية، لنجد يعقوب بيتلامس فيها مع ربنا، ونشوف ربنا وهو موجود في عمق الرحلة، في عمق رحلة التغيير، لما راح يعقوب وهو مستني أنه يقابل عيسو، وخايف جداً جداً من مقابلة عيسو، راح لحتة اسمها مخاضة يبوق، وفي مخاضة يبوق التقى مع الله، وسمى المكان ده فنوئيل، أو فنيئيل، يعني لأني رأيت الله، لأني رأيت وجه الله، فنيئيل يعني وجه الله، كأنه مرة تانية ربنا بيثبت أنه موجود في الرحلة، في الرحلة الطويلة دي، اللي أنت ممكن تكون فشلت فيها، أو ابتديت أنك تقرأ كتاب المؤدس وفشلت فيه، أو ابتديت حاولت تبدي دايت وفشلت فيه، أو حاولت تتغير حاجة في حياتك وفشلت فيها، تأكد أن الله موجود حتى في وسط الفشل ده، ربنا كان موجود في كل حياة يعقوب، وآخر مرة، آخر مرة نشوف يعقوب وهو شاعر بحضور ربنا في رحلة التغيير دي، في نهاية حياته خالص، وهو بيكلم يوسف بعد ما راح مصر، وقعد 17 سنة، وهو تقريباً خلاص بيسيب حياته، بيقول له إيه؟ بيقول إيه ليوسف، الله، قوله معايا لو حافظين، الله الذي رعاني منذ وجودي، قد نبالكم من الشهادة دي، الله الذي رعاني، اللي موجود معايا، والملاك الذي خلصني من كل شر، شفتوا إدراك يعقوب لوجود الله في طول الرحلة، أدرك يعقوب إن الله كان معاه في كل المحطات الفشل اللي هو عدى بيها، كان ماسك بإيده، الله الذي رعاني منذ وجودي، الملاك الذي خلصني من كل شر، أحبائي الله يعلم جبلتنا، يذكر أننا، قولوا معايا، تراب نحن، عشان كده، ما نفشلش في نفسنا، لأن هو ما فشلش فينا، ما نحبطش من نفسنا، لأن هو لم يحبط فينا، ما نرميش طبطنا، لأن هو لسه ما رماش طبطنا، همسة للأباء، همسة للأباء، ممكن الشباب يسدوا قدانهم، همسة للأباء، همسة للأباء والأمهات، لا تفشلوش في أولادكم، لا تفشلوش لما يقعوا مرة ومرتين وعشرة ومية، لأن الله ما فشلش فينا، حد الوقت نحاول، حد الوقت الكبار فينا يحاوله، حد الوقت نفشل، لذلك لا نفشلش فيهم، فكناية الثانية ما تقول يا بابا وماما، ما تزعلوش، لسه الرب بيعمل فيها، لذلك النهاردة العنوان بتاع يومنا، اختبر التغيير، لنفسه هو يتغير، يتحط له كده، هو كلمة تانية، اختبر بداية التغيير، النهاردة اختبر بداية التغيير، لأن التغيير ده رحلة العمر كله، الفكرة الثانية، الفكرة الأولى، نحن لازم نغير، الكانسبت اللي في حياتنا، انه تغيير ده تغيير لحظة، مفاجئ، سريع، الحاجة التانية، المفهوم التاني اللي لازم نغيره، ان موضوع التغيير، مش هو الظروف، ربنا ما بيجيش علشان يغير الظروف، لكن ربنا بيجي علشان يغيرنا احنا، يغير شخصياتنا احنا، قصة التغيير اللي في حياتي عقوب، بتقول بكل صراحة، انه ربنا ما كانش يهمه ابدا انه هو يغير ظروف حياتي عقوب، لكن في النهاية ربنا ورانا شخصية جديدة في نهاية سفر التكوين، يعقوب اللي موجود في نهاية سفر التكوين مختلف تماما عن يعقوب اللي نكتشفه في بداية سفر التكوين، ما شفناش ابدا ان الظروف يعقوب بقت افضل، بالعكس ده ممكن تكون ظروفه بقت اسوأ، في الاول كان عايش في بيت ابوه وامه، متدلع يطلب لما العصفور يجيله، مامته بتدفع عنه، مامته بتحبه اكتر من اخوه عيسو، يعني كل حاجة مهيئة لي لدرجة انه هو اول عبارة يتقال فيها عن يعقوب، او يتكلم فيها الكتاب عن يعقوب انه كان رجلا مسالما، رجلا كاملا يسكن خيام، يعني هاني البال، قاعد كده هو بيتخدم، فجأة لقي ظروفه عمالة بتتضحتر مرة ورا التانية ورا التالتة ورا الرابعة، عمالة بتتكركب عليه الحياة، وكأن الله بيقول انا مش عايز اغير ظروفك، انا عايز يا عقوب اغيرك، وده رسالة بتاعت النهاردة، ربنا بيقولك انا مش عايز اغير ظروفك، انا عايز اغيرك انت ليه؟ الافضل، يا عقوب، اللي كان عايش في البداية، في اعتمادية كاملة على مامته، كل حاجة تقولها له ويعملها، ما يقدرش يتحرك ولا خطوة من غير مامته، تقول له، فجأة نكتشف ان هذا يعقوب قدر يواجه عايزه لوحده، لما قابله، قدر ان هو يواجه لابان لوحده، قدر ان هو يواجه قصوة اولاده لوحده، يعقوب اللي ما كانش يعرف يتصرف ولا خطوة من غير مامته، بقى بيواجه كل هذه الظروف الصعبة بمفرده، يوسف، يعقوب، اللي كان عايش في انانية كاملة، وتمركز كامل حوالين ذاته، فجأة نكتشف ان هو بيخدم اربعتاشر سنة، عارفين اربعتاشر سنة خدمة سنوي، اربعتاشر سنة خدمة رعي، علشان يفوز بقلب رحيل، ده كان طول وقته عايش علشان نفسه، فجأة بيكتشف انه يقدر يعيش اربعتاشر سنة بيشتغل، اشغال شقة شرشيلة فهم، عارفين حكاية شرشيلة فهم دي، ابحث عن المرأة، قعد اربعتاشر سنة، يشتغل في الراعي علشان بيحب رحيل، هشع يقول الكلمات دي عن يعقوب، وهرب يعقوب إلى صحراء آرام، وخدم اسرائيل، اسرائيل هو يعقوب، خدم اسرائيل لأجل امرأة، ولأجل امرأة رعى، ده اللي ما كانش بيحب حد في حياته، إلا هو، ما كانش مهتم في حياته كلها، إلا شخص واحد اسمه يعقوب، قدر ان هو يعيش 14 سنة، ويخدم في الراعي، 14 سنة مع كل مشقة الراعي، علشان هذه المرأة، آخذ البركة، المستولي على البركة، والبكورية، في نهاية حياته، بنلاقيه ان هو بيقدم البركة، والمين؟ لعيسو، اللي خطف منه، اللي أخذ منه البركة، واللي أخذ منه البكورية، في نهاية حياته يعقوب، يقول الكتاب في سفر التكوين أصحاح 32، ألح عليه فأخذ، يعني عيسو قال له أنا عندي كفاية، ما تدينيش حاجة، قاعد يزن عليه، قال له أنا عندي كثير، وأنا عايزك تاخد من الربنا، بركني بي، وباركه، بارك عيسو، بدل ما أخذ منه الباركة في بداية حياته، يقول ان هو بارك عيسو، وألح عليه فأخذ، هو ده التغيير اللي ربنا بيعمله، وعايز يعمله في شخصياتنا، شخصية الاعتمادية تتحول، شخصية الأنانية تتحول، شخصية المتكبرة تتحول، الشخصية اللي بتاخد تتحول إن هي تكون معطاقة، والقصة الكتابية عبقرية، في إن هي عبرت عن فكرة التغيير ده، من هي قالت إنه هذا الشخص، مش بس اتغيرت شخصيته ده، من كتر ما حياته وشخصيته، اتغيرت ربنا في النهاية، غير حتى اسمه، غير اسمه، قال له بدل ما يبقى اسمك يا عقوب المتعقب، اللي عايز كل حاجة لنفسه، أنا هسميك إسرائيل، إسرائيل، إسرائيل معناه يجاهد، فيرى الله، سأسميك إسرائيل، إنك تجاهد، إنك تعيش حياة التغيير، علشان في نهاية الأمر تراني، تراني في وسط كل هذه الظروف، ممكن بابا وماء يقفلوا قدانهم، عشان أكلم الصغيرين، همسة في أذن الشباب، ما تفتكرش إنه كل اللي تحلم به، وهيسعدك إنه الظروفك تتغير، وما تفتكرش إنه، إنه علشان تعمل كده، إنك تعد تضغط على بابا وماما، وتضغط على أهلك، وإنت متذمر على كل الظروف اللي أنت فيها، وكأن عندما تتغير هذه الظروف، هتتغير حياتك، على فكرة يعقوب كان عنده البركة، والبكورية، كان عنده كل البركات، وما استفدش بيها أبدا إلا لما تغيرت شخصيته، وهو أخذ البركة والبكورية، عمل بيهم إيه؟ عمل بيهم إيه لحد ما راح لحد مصر، عمل إيه؟ ما ابتداش يستخدمهم إلا لما تغيرت شخصيته، وابتدى يبارك بيهم عيسو، ويبارك بيهم أولاد يوسف، ويبارك بيها أولاده، في نهاية السفر، ابتدى يستخدم البركات اللي عنده لما تغيرت حياته هو، أما تغيرت شخصيته هو، عشان كده، تقعد تضغط على ربنا، وتزعل من ربنا، وتزعل من بابا وماما، أنهم حطوك في الظروف ديت، مش هتكسب حاجة، قول له يا رب، في وسط كل الظروف دي، أنا عايزك تعمل معي زي ما عملت مع ياقوب، عايزك تغيرني، عايزك تحولني من جوه، عايز تستخدم كل الظروف حتى لو ظروف صعبة، حتى لو قرارتي غلط، حتى لو قرارت الناس لحولي غلط، أنا عايزك يا رب تستخدم كل الظروف دي، علشان تغيرني من داخلي، التغيير لا يأتي أبداً فجأة، هو رحلة حياة، والتغيير موضوعه الأساسي هو أنا، وأنت، وأنت، ليس الظروف التي نعيش فيها، أنا عايز أدعو يوسف، باللوقتين هو يرجع ثاني، وضعه قدامنا ربما أهم موقف في حياة عيسو، في حياة ياعقوب، الموقف الذي يمكننا أن نلخص به كل القصة، ونطلع بالنهاية النهائية، الذي نصلي علشانه في بداية السنة الجديدة. دعونا نفتح مع بعض التكوين 32، غالباً سيطلع على الشاشة، ولكن أيضاً، لو أنت تحب أن تفتح الكتاب المؤدس في إيده، تكوين 32 عدد 22. أريد أن نطلق من الحتة التي كان الأساسي يوسف بيقولها، ربنا ليس فقط استخدم الظروف الصعبة، لتغير شخصيته، لكنه أيضاً استخدم اختياراته الخطيئة، استخدم فشله، بصراحة نحن نحن نختارين ياعقوب لكي هو شخصية جميلة يحتذى بيها، لكن نختارين ياعقوب لأنه باين خطيئته، باين عيوبه، باين صراعاته، وتشابهها مع صراعاتنا، وكيف ربنا من خلال تعاملات مختلفة، اتعامل معاه وغيره؟ ربنا قابل يعقوب أكثر من مرة، ولا واحدة منهم حصل فيها التغيير، الذي هو 100%، لكن كل مرة كان فيها خطوة، لو أنت مستني تعامل مع الله، أمين، شجعك أو أنك تنتظر الله، ولكن حتى في هذه التعاملات، هذا لا يلغي مشوار وريحة سكة التغيير، ونرى هذا في النص الذي سنقرأه دلوقتي، كلنا عارفين، أو أغلب الناس عارفة، فقرة دي أو الموقف ده في حياة يعقوب، يعقوب بعد لما ضحك على أخوه وعيسو، بعدها بالسنين اتقابله، وبعدها سمع أن عيسو، الذي ضحك عليه من هذه السنين، جاء ومعاه 400 رجل، جيش تقريباً، فهي يعقوب خاف، خاف على مراته، وخاف على عياله، وخاف على ممتلكاته، والتوقع أنه عيسو كان هيتباحه وينتقم منه، فاللي عمله يعقوب هو الآتي، أنه هو قسم العائلات بتاعته، حط رحيل ويوسف في الآخر، لأنه دول اللي كانوا قريبين من قلبه، وبعدين حط الباقي في الأول، وعمل زي فرقتين، عشان لو الفرقة الأولى راحت، الفرقة الثانية تنقذ، وبعدين بعدهم، واللي حصل هو الآتي، ثم قام في تلك الليلة، وأخذ امرأتيه وجاريتيه وأولاده الأحد عشر، وعبر مخاضة يبوك، أخذهم وأجازهم الوادي، وأجاز ما كان له، فبقى يعقوب وحده، وصارعه إنسان حتى طلوع الفجر، ولما رأى أنه لا يقدر عليه، بيتكلم عن الإنسان، لا يقدر على يعقوب ضربة أو لمسة في بعض الترجمات الأخرى، حق فخذه، فصل يعني العظمة بتاعت فخده عن الحد، فانخلع حق فخذ يعقوب في مصارعته معه، وقال أطلقني، لأنه قد طلع الفجر، هذا الإنسان، فقال يعقوب لا أطلقك إن لم تباركني، فقال له ما اسمك، فقال يعقوب، فقال آسف، يعقوب، فقال لا يدعى اسمك فيما بعد يا يعقوب، بل إسرائيل، لأنك جاهدت مع الله والناس، وقدرت، نحاول ندور في المعنى بتاع القصة، لو أحد أخذ باله هي قصة غريبة، من الإنسان؟ وأغلب المفسرين يقولون أن هذا تصوير جسدي لله نفسه، فالله يصارع مع يعقوب، واحد يستغرب قليلا، لو الله يتجسد بطريقة ما، ويصارع مع يعقوب، لماذا لا يغلب من الأول؟ لماذا يفضل معه حتى تروع الفجر؟ يعني المفروض لا يوجد منافسة، وحتى في الترجمة الأدقة اللي أنا قلت لكم عليها، إنه هو بس لمس حق، فاخده، لماذا بقى هذا الصراع؟ والمصادر اللي حاولنا نبص عليها، بتقول القاتس، هذا المشهد مش مجرد مقابلة مع الله، لكنه مشهد فيه كل حياتي يعقوب بتتلخص، كلمة الإنجليزية بتأخذ كل الأفكار، وكل المواقف، وكل الحاجات اللي حصلت مع يعقوب، وبتصورها في موقف واحد، مين يعقوب؟ إنسان يصارع مع الله، يصارع على إيه؟ هو ده السؤال، غالباً يصارع على التحكم، يعقوب ده واحد عاش طول حياته، يخطط، ويتكتك، ويفكر، إزاي يتحكم في الآخرين، إزاي يأخذ اللي هو عايزه، إزاي يتحك على الناس، إزاي يطلع بأقل خسائر ممكنة، وأكثر مكسب ممكن، ده مش حد عايز يخض على الله، مش عايز يمشي على إيمان أباءه، لكن حد عايز يفكر بمنطقه، يفكر بقدرته على التخطيط، فكأنه المشهد بيحاول يقول أنه، حتى بالضبط، حتى كلمة إلى طلوع الفجر، كأنها تحاول تقول لك، مدة، مدة صراع طويلة، وكأنه ربنا يقول له، بتصريعني ليه؟ ليه مش قادر تسلم؟ ليه مش قادر تتكل؟ ليه بس عايز تتحكم؟ أنا عايز أقول، يمكن دي سنة صراع لكل إنسان فينا، كلنا من، يعني بطريقة أو بأخرى، بنحاول نقول له ربنا، إحنا وثقين فيك، وثقين في تحكمك في حياتنا، وسلطانك على حياتنا، وعلى ظروفنا، لكن بنتكتك، وبنفكر، طبعا، دي مش دعوة لعدم التفكير، وعدم التخطيط، مش ده قصدي، لكن فيه أتتيود، فيه توجه، فيه دافع، أنا بفكر، وبتكتك، وبخطط، بتوجه، وبدافع، إن أنا خايف، وحاسس إن أنا من غير ظاهر في الدنيا دي، ولا فيه اعتماد على الله، اتكال على الله، رغم إنه بيستخدم عقلي، وبيستخدم طريقي تفكيري، علشان أخطط لقدام، هل ببقء، بقول له يا رب، استخدمني، اعمل بي، اللي أنت عايز تعمله، وفي بقء تاني، باتفق على لجوء سياسي، علشان أهرب من البلد، ببقء، بقول له، أنت المتحكم، وأنا متكل عليك، وبقء تاني، بقول لا، أنا أخطط، وأأمن نفسي، لعله وعسى الموضوع، مينفعش، بنصارع مع ربنا، مين المتحكم، أنا أو أنت، وهو ده اللي نشوفه، مع يعقوب، ونشوف في الآخر، إنه الإبتمي دي، اللي بتصور الوقت التاني، يعقوب، إنه ابتدى يدرك، يعني إيه؟ يعتمد، بس ما تعلمش الدرس ده بسهولة، كان لازم ربنا، يحسسه بعجزه، يخليه متكل، يمسك عصايا، ويتكل عليها، مش عارف كم حد فينا، سهل عليها، يقبل هذه الحتة، إدارة الله لحياته، سلطان الله على حياته، سهلة تتقال، بصراحة، سهلة تتقال، وبنرنمها، وبنقولها كثير قوي، كان صعبة تتطبق، يعني إيه؟ إدارة الله لحياته، يعني إيه سلطان الله على حياته، حريتي، كيف حريتي تتوافق مع هذا، وأفكر، أو لا أفكر، كيف أفكر، أفكر، أو لسه أعتمد على رباء، كيف؟ هذا الصراع كلنا يجب أن نتعلمه، ويمكن أغلبنا لا نعرف أن نتعلمه في وعظة مثل هذه، لكن سنتعلمه في الصراع طويل مع الله، الذي فيها، نرى، هو الذي يكسب، هو الذي يغلب، في الحقيقة، الطريقة التي بها، أدرك يعقوب، احتياجه للاعتماد على الله، لا كانت طريقة سهلة، وريد أن أركز على حتة صغيرة في هذا الصراع، لو أخذت بالك، شيء غريب قوي، يقول له، أنا لا أعطيك إلا تباركني، أنا لا أعطيك إلا تباركني، يعقوب يقول لله، أنا لا أعطيك إلا تباركني، والسؤال غريب قوي بعد ذلك، ما اسمك؟ هسان، لماذا يسأله ربنا على اسمه؟ ما الله كله المعرفة، وهو عرف اسمه، لماذا يسأله على اسمه؟ لكن لو أخذت بالك، آخر مرة يعقوب كان بيطلب بركة، وتسأل على اسمه، قال أنا اسمي إيه؟ قال أنا اسمي عيسو، فآخر مرة يعقوب كان فيها بيتكتك، وبيفكر وماشي بطريقته، ما كانش قادر يعترف إنه لا يستحق، الإبن الأول هو اللي كان ليه حق البركة، مش الإبن الثاني، فعلشان يأخذ اللي أنا أريده، همثل إن أنا حد تاني، حاول أستحق بركة ليست من حقي، وعشان كده الله يسأله، ما اسمك؟ وفي اللحظة فقط، اللي فيها يعترف أنه عاجز، أنه لا يستحق، أنه يعقوب، أنه ليس عيسو، هذه اللحظة اللي فيها ينفع أن يبتدي نتغير، ليس رسالة الإنجيل يا جماعة، ليس رسالة الإنجيل، رسالة النعمة، أننا لا نستحق، لكن بالنعمة اللي اكتسبها يسوع المسيح بحياته، وموته، وإيامته لأجلنا، إحنا لينا ما لا نستحقه، وده مختلف عن الرحمة، النعمة ليس هي الرحمة، الرحمة أنه ما يقعش علينا العقاب اللي احنا نستحقه، لكن النعمة أننا ناخد اللي احنا ما نستحقه، وهذه البداية، وده ليس فكرة دي حاجة بعملها، وأنا صغير في اجتماع عدادي، بقولوا رب أنا ماستحقشت على الديني نعمة، لكن ده قرار يومي، لكل واحد وواحدة فينا بغض النظر، إحنا ماقفين فين، ولا سننا قد إيه، ولا فإحنا مرحلة في الحياة، ولا فإحنا حتى مرحلة في الإيمان، إحنا كل يوم محتاجين نقول لله، أنت المتحكم وأنا ماستحقش، أنا ضعيف، أنا يعقوب، أنا مش عيسو، أنا محتاج نعمة، أنا لا أستحق، يعقوب هو ده هو، الشخص الذي في آخر سفر التكوين، يتنبأ بالمسيح القادم من صبت يهوذة، كأنه كان شايف إنه إحنا ما نستحقش، إتعلم الدرس ده، وإنه ما ينفعش أعتمد على نفسي، لكن محتاج أجي أسلم، محتاج أجي أعتمد، محتاج أجي أعترف بإفلاسي، الروحي، والمادي، والجسدي، أقولوا رب، أنا لا أستطيع، أنا أريد أنت اللي تتحكم، وهذه هي فكرة التسمية، اللي يسمي حد، هذا معناها أنه ليه سلطان عليه، كما كان آدم يسمي الحيونات، معناهم أنه آدم ليه سلطان على الحيونات، وهو بذبط يخلقهم لكي يتصلطوا، والله يسمي يعقوب إسرائيل، معناه ليه سلطان، ويعقوب يقبل هذا السلطان، هذه هي بداية التغيير، ليس هذا، لكن بداية كما كان الأسيس يوسف يقول. التغيير ليس تغيير فقط للظروف، لكنه أيضاً تغيير للشخصية، هو في الأساس تغيير للشخصية، هذا سيتطلب صبر، وسيتطلب تعاملات الله، وسيتطلب ظهورات، وسيتطلب انتظار، لكن هو رحلة، رحلة لا يمشي لواحدي، ولكن لا يمشيها مع إله، موجود لسلطان على حياتي، إذا أنا سمحت له، أعتمد على أمانته، وصلاحه، وليس على زكائي، وتخطيتي، حتى لو أنا أخطط، لكن الإعتمادية، أين قلبي؟ أين ثقتي؟ هذا ما نفسنا نسيبه معي، والوقت اللي جاي، وفي الوقت ذلك، هدعو الباند، نحن نخد وقت نصلي فيه، ونحط قلوبنا، ودوافعنا قدام الله، أنا متأكد أنه، لا يحدش فينا النهاردة سمع حاجة جديدة، عمره ما سمعها قبل كده، وهذه الفكرة، هذه التغيير، ليس حاجة جديدة، ليس إعلان رهيب يغير حياتي من كده لكده، ساعات تحصل، ولكن هذا تغيير يبقى للسلوك، ليس للشخصية، النهاردة، ليس قرار جديد عمري ما خدته قبل كده، ولا الاسبوع، بتاعت أول أسبوع، ولا أول أسبوعين، حاجة تخلص في 2018، لكن هذه الاسبوع، بتاعت كل يوم، بتاعت كل أسبوع، وتاعت كل شهر، وتاعت كل سنة، أنت الأول، وأنا الثاني، أنت الرئيس، وأنا الوكيل، أنت المتحكم، وأنا المتكل، أنت الله، وأنا، يعقوب، تاعتنا، شجعك، وشجعك، أنه في الوقت ده، مبقاش بس فكرك وتركيزك، على إيه الحاجات اللي أنا محتاجة أعملها السنة دي، عشان أحس إنه السنة دي نكحة، لكن محتاجة تبتدي تسأل السؤال، أنا محتاجة بأمين، أي نوع الشخص، أي نوع الشخص اللي ربنا عايز يخلقه فيه، وإزاي يقدر أبتدي النهاردة مع الله هذه الرحلة في التغيير، تحبون نصلي، تحبون نبتدي، نغمض عيان، حط عقلنا، ودوافعنا، وقلوبنا، وسننا، قدام الله، نتحبون عيان، قد نسكت الأسكت لمدة دقيقة أو دقيقتين، أعطيك فرصة، تتكلم مع الله، سراع معي. قالوا لم أطلقك إلا إلا تباركني لم أطلقك إلا تغير إسمي أطلقك إلا تغير إسمي يا ربي يا إله يا عقوب شكرك لأجل أنك بتحبنا شكرك أنه أنت بتحبنا زي ما إحنا شكرك أنه إحنا مش محتاجين نبقى عيسو مش محتاجين نستحق لكي نأخذ بركة يا ربي نقبل نقبل أنه إحنا ضعفة نقبل أنه إحنا ما نقدرش نقبل أنه إحنا ما نستحقش نقبل أنه إحنا محتاجينك أدينا يا ربي هذا الفكر هذا التوجه الداخلي اللي فيها يا ربي ندرك إنه مفيش أي طريقة بيها نقدر نضمن أنفسنا أو مستقبالنا غير إن إحنا نرميهم في إديك ونسلمهم لك يا رب أنا هو أنا قدامك اعملني أنت الشخصية اللي أنت عايزني أبقاياها اللي أنت كنت خلقني في الأصل لكي أكونها قدس دوافعي قدس أولوياتي قدس مخوفي فأصير مثل المسيح أنا هبطل الصارع هبطل قوم سأسلم ويا رب لو ولو أنا من النوع العنيد اللي ما بيبطلش صارع اخلعني اخلع حق فخدي يا رب أنت أهم من حريتي أنت أهم من استقلاليتي حريتي باختار غلط لكن يا رب أشكرك أن كل الأشياء تعمل معا للخير الذين يحبون الله حتى اختيارتنا الغلط أشكرك أنه ما فيش أي ظرف خارجي يقدر يمس اللي أنت عايز تعمله في شخصياتنا وفي حياتنا يا رب بنقدم أنفسنا لك تبيحة حية ونوقف مع بعضهم قلوا بقدم نفسي تبيحة حية لك خدسة ومرضية أمامك مكسر طيبي أكسر طامن مستقبلي مصدر داخلي عند رجليك أقولك أنا معتمد عليك أنت مش معتمد على حاجة بملكة حاجة بملكة أمامك أمامك وأكسر كل طيبي عندي الحية لك بatching بملكة نتيبي عندي نتليل مبقاش مع حياتي داري قداما اختارك تكون الاول والقال لي هيجيل على شعر ان دا الحياة والحق وانت هو الطريق اختارك تكون الاول والقال لي هيجيل على شعر ان دا الحياة والحق وانت هو الطريق قبل ما ننتقل للوقت اللي فيه بنصالي لأجل السنة الجديدة وبناخد قرارات بتوجه جديد بتوقع مختلف للتغيير صلي انو نعطي انفسنا لله كخزف في يد فخاري لا شيء سهلا ترنيمة حلوة لكن ليس قرار سهل نخضع ذاتنا ونوقف عنادنا لكي هو اللي يعمل اللي هو عايزه في حياتنا وده هياخد وقت ومش بقرار ومش برسليوشن واحد لكن بقرار كل يوم انا عايزة امشي السكة دي انا عايزة امشي السكة دي انا عجباني السكة دي عجباني اكتر من التخيير المرة واحدة اللي بيمشي بسرعة اللي بيمشي في تمانية وتسعين ولا تنين وتسعين في المائة من الناس في اربعتاشر يوم انا عايزة التخيير اللي يدوم انا عايزة السكة دي اصعب اوكي بس انا عارف ان انا مش لوحتي انا عارف انه انت الفخاري اللي ماسك اللي عندك سلطان اللي بتاع عارف انت بتعمل ايه في حياتي وتقدر تستخدم اي ظرف او اي اختيار سواء غلط او صح علشان تشكلني ايوها الفخاري الاعظم انا كالخزفي دينا يديك فكر في الكلام واحنا بناقوله